موسيقى خلال استقباله المفوض العام لوكالة أن أون روا الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المطلق للوكالة واستعدادها الكاملة لدعم مشروعاتها الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ وسترطيرة تنفيذية للاتفاقية الأممية لتغير المناخ تشيد بمواقف مصر التاريخية بوتين ينادد بخرق القوات الأوكرانية للقانون الإنساني الدولي وزيل نسكي يؤكد مواصلة كييف مواجهة العملية العسكرية الروسية أهلا بكم ونشر إغبارية مفصلة تأتيكم للتلفزيون المصري تحية لحضراتكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروى للاستمرار بالقيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال استقباله فليب بلازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروى وخلال استقباله باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكد الرئيس السيسي سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسكو الأخيرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد فيليب بلازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروى وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفاوض وكالة الأونروى مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين ولكونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية خاصة في مجالي التعليم والصحة كما أشار السيد الرئيس في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروى لسيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتدعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين خاصة من خلال المبادرة المصرية لأعادة أعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية من جانبه أعرب السيد لازاريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مستعرضا دور وكالة الأونروى والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي مؤكدا تعويل الأونروى على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين كما أشد مفاوض الأونروى بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية خاصة قطع غزة والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخبة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بأعادة أعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيدة باتريشيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 في شرم الشيخ وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك من جانبها أعربت السيدة إسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي مشيدة في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابها بظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وأصدار السندات الخضراء وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الفين وخمسين أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعيتها السلبية على مختلف الأصعدة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي وزير البترول لمتابعة موقف توفر المواد البترولية بالأسواق المحلية في ظل الأزمة الراهنة كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة والحكومة تعمل على توفير السلة الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ومن بينها المواد البترولية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف الأصعدة لا سيما المجالات الاقتصادية وما يتعلق منها بأسعار السلة على مستوى العالم تحت رعاية الرئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تستهدف المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بتنصيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية ترجمة نانسي قنقر في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيع الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار إسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 6858 قضية تمونية متنوعة وضبط 1171 قضية في مجال منع تداول الأرقيل بمضبطات 6922 أرقيل إضافة إلى غلق 4686 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد 52,430 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفر الجهود وزارة الداخلية خلال إسبوع عن ضبط 9256 قضية تمونية متنوعة من بينها 168 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت 490,830 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 9063 قضية تمونية بمضبطات وزنت أكثر من 1619 تن سلع غزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 334,494 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 65,226 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 224 سائقا منهم كما تم المرور على 225 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1280 من سائق حافلة المدارس تبين إيجابية حالة واحدة كما تم فحص 984 حافلة مدارس تبين مخالفة سلاس مركبات الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 570 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهلكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 17411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 396 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 81887 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82.688.096 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 151 جهازاً إلكترونياً وفي مجال جرائم المضبوعات تم ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17.350 تمثلت في كتب وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويد من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 55 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 922.330.037 جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1748 قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين و597.203.000 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13.491.994 جنيه التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد بمقر وزارة الخارجية التقى الأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريشيا سبينوزا تم خلال اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الأولوية في إطار عمل المناخ الدولي خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثاره السلبية وتوفير تمويل لجهود متفحة تغير المناخ بدانب مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لإسهاماتها المحددة وطنيا لخفض بعثاتها المسببة للاحتباس الحراري نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الالتحاد الإفريقي حلقة نقاشية حول موضوع تمويل جهود مكافحة تغير المناخ والأولويات الأفريقية يأتي ذلك استمرارا لسلسلات الفعاليات التي ينظمها وفد مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي حول الأولويات الأفريقية في مجال تغير المناخ وفي إطار التحذير الجاري لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ نوفمبر المقبل تواصل جمعية الهلال الأحمر المصري تقديم جهود الإغاثة في دول الجوار الأوكراني للطلاب المصريين الذين عبروا الحدود تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وحرصها على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وأكدت وزيرة التضامن ونائبة رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري نيفين القباج أن الجهود مستمرة لدعم كافة المدارين من تلك الأزمة حيث يواصل الفريق الثاني في بولندا بالتوازي مع عمل الفريق الأول في رومانيا من خلال متطوع الهلال الأحمر المصري وتنسيق مع السفرة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل طلاب المصريين الذين خرجوا من أوكرانيا وعبروا الحدود إلى بولندا لنقلهم إلى المطار حيث كانت في انتظارهم الطائرة المصرية القادمة لإعادتهم إلى أرض الوطن أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيدور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 3491 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن هذا وأكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف مع تمركز الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعض نحو 25 كيلو مترا من قلب المدينة كانت وكالة روغيترز للأنباء قد أفادت نقلا عن وسائل أعلم أوكرانية بأن القوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريبول فيما أشارت وسائل أعلم محلية في وقت سابق إلى سماع دوي صافرات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا بما في ذلك في المدنة الكبرى مثل كييف وأوديسة وديمرو وآخر كييف ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بأنه خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية جاء ذلك خلال الاتصال التليفوني أجراه مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس وأعلن كريملين أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف لوضع حد لما وصفها بالأعمال الإجرامية وأضاف كريملين أن بوتين ذكر لمكرون وشولتس ما أسماها الاغتيالات العشوائية للمعارزين واحتجاز مدنيين كرهائنا واستخدامهم كدروع بشرية ونشر أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية قرب مستشفيات ومدارس وحضنات أطفال أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أنه لن يستسلم وأن كييف ستواصل مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية في البلاد موضحا أنه بحاجة إلى منظومة مضادة للصواريخ وأكد زيلنسكي أن جزءا من مسؤولية الكارثة الإنسانية يتحملها الغرب بسبب عدم فرض حظر الأجواء معاربا عن استعداده لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع روسيا وأضاف أن فريقي التفاوض الأوكراني والروسي شرعا في مناقشة موضوعات محددة بدلا من تبادل المطالب سيكون في ملتطبول في الملتطبل الوكباني ويشفتوا مره مرا ميستا إفادره مرا مرا يمكن أن يمشيقون الإنسان وإنسان وليس في المنزل وأنثقاء هذا السلاب فرصانية للمطاعة. لذلك انهم لمشاهدوا في نهاية للمساعدة لكنهم على الناس بشكل كذلك بروس عيشان صحيحة أنه يكملون في جديد. أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين التزم بلادها بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومواصلة تعزيز الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني للشعب الأوكراني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة أشعر بلينكين إلى أن الشعب الأوكراني يواده قصفا متزايدا من قبل القوات الروسية واستعرض الجانباني خلال الاتصال نتائج الاجتماع الثلاثي لكوليبة مع نظيره الروسي والتركي كما أعربا عن مخاوفهما حيال تصعيد روسيا حملاتها الإعلامية ضد أوكرانيا قال سردير يابكوف نائب وزير الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لاستئناف محدثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك وأضفها ريابكوف أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن ما زالت مستمرة مشيرا إلى أن الكريملين لا يرى أي مؤشرات على استعداد واشنطن لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا كما أكاد ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعود سارية بسبب تغير الوضع حاليا بشكل تم اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من استمرار القصف الروسي على منشآت نووية في أوكرانيا لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث بعاث إشعائي حتى الآن وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية في تغريدة إن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات من مراقب الضمانات في تشيرنابل أو زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود مؤشرات على تحرك القوات البيلاروسية داخل أوكرانيا وذكرت الوزارة في بيان أنها على علم بتقارير عن إطلاق صواريق من داخل الأراضي البيلاروسية نحو أوكرانيا وأوضحت أنه ليس لديها ما يؤكد ذلك وبدوره قال رئيس هيئة الأركان العامة في بيلا روسيا فيكتور جوليبيتش إن بلاده ليست لديها خطط للانضمام إلى الهجوم الروسي لفتا إلى أن نقل قوات بيلا روسيا إلى الحدود مع أوكرانيا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد أو مشاركة في الهجوم ضد أوكرانيا شد وجذب بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية المحتدمة وفي تطور آخر بشأن الأزمة يواصل للجانبان تبادل الاتهامات بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا اتهامات متبادلة بين روسيا من جهة وكل من الغرب وأوكرانيا من جهة أخرى بعد أن أثيرت مخاوف من الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية موسكو ومن خلال مبعوثها إلى الأمم المتحدة دعت إلى اكتماع مجلس الأمن الدولي للتأكيد على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية اتهام نفته واشنطن على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مؤكدة أن اكتماع مجلس الأمن لمناقشة مواصفتها باتهامات موسكو المعلنة دون أدلة عن أنشطة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون ذريعة لشيء جار تنفيذه الأمم المتحدة من جانبها أكدت أنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية وعضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إزومي ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى حضر دولي على مثل هذه الأسلحة كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى على جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت أوكرانيا بقوة بتدمير مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية الموجودة في مختبرات الصحة العامة بالبلاد لمنع أي تسرب محتمل يمكن أن ينفر الأمراض بين سكانها فعلى غرار دول أخرى كثيرة لدى أوكرانيا مختبرات لبحث كيفية تخفيف التهديدات التي تمثلها الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كل من الحيوانات والبشر ومن بينها وأحدثها كورونا تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجولة ملدوفا وذلك في إطار عملية تنصقها المفوضية الأوروبية وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا على تويتر أن الرئيس إيمانويل مكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين موضحا أن هذه هي أول عملية كبيرة من هذا النوع أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تنظر في الأزمات الإنسانية التي تسببها العقوبات على روسيا ونوها كيربي إلى عدم وجود أي تهديدات وشيكة تتعلق من إعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترأي مخاوف حتى الآن بشأن الأمن الغذائي قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة بعد العقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا وأكد المسؤول الروسي أن بلاده كانت مورذا موثوقا به للطاقة وأشار إلى استعدادها لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لازم الأمر مضيفا أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل مقابل النفط والغاز والقهرباء أعلن رئيس الوكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تسبب سقوط محطة الفضاء الدولية مطالبا برفع هذه الإجراءات وأكد روغوزين أن العقوبات ستؤدي إلى التراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح بتصحيح مدار البنية المدارية وأضف أن الأمر قد يتسبب في سقوط محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده التدرس اتخذ خطوات ملموسة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتأتي هذه العقوبات بتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا وأشار كيشيدا إلى أن كل دولة على وشك العمل على خطوات ملموسة في هذا الصدد معربا عن رغبته في اتخاذ إجراءات محددة بالشراكة مع أعضاء مجموعة السبع موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها وزارة الصحة تعلن تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات كورونا ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع وزارة الصحة تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع أوضحت الوزارة أن آخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع جاء قرار تغيير مواعيد إصدار البيان مع انقصار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابة بنسب شبه ثابت لمدة أسبوعين متتاليين إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات وطالبت الوزارة المواطنين بالحفاظ على المختصبات المصرية في مواجهة الوباء والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية أفدت جامعة جونس هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستقدة حول العالم ارتفعت إلى 455 مليون و244 ألف و537 حالة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ب967 ألف و165 حالة للمزيد نتابع التقرير التالي مع اندلاع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خفتت أخبار كورونا عن الأنظار وانزوت وتصدرت صور اللاجئين الأوكرانيين وتداعيات الأزمة لتنافس صور مرضى كوفيد ولقاحاته وضع الأثار العديد من التساؤلات في الأذهان وأبرزها هل اختفت كورونا باندلاع النزاع؟ أم أن العالم صار عليه التعامل معها قمرض عارض مثل الأنف الونزا؟ أم أن انتشار اللقاحات خفف كثيرا من أعداد الوفيات والإصابات؟ أولى الإجابات على هذه التساؤلات جاءت على لسان منظمة الصحة العالمية في تصريحات متعددة ومتتالية جميعها تؤكد أن الفيروس ما زال حيا يرزق وما زالت المخاوف من انتشار متحوراته الجديدة قائمة وليست مستبعدة كما أكدت الصحة العالمية على أهمية حل معضلة عدم المساوات في توزيع اللقاحات مشددة على أن تسريع وطيرة التلقيح هي صمام الأمان الوحيد لاحتواء الفيروس ومن أسيا إلى أوروبا مرورا بأفريقيا قررت العديد من الدول رفع الكيود المفروضة لمكافحة الفيروس بكل أنواعها مطالبون شعوبهم بالتعامل مع الفيروس كغيره من أنواع الأنف الونزا في حين ما زالت تكافح الدول أخرى لاحتواء الأعداد المتصاعدة للإصابات اليومية والوفيات ومن بين هؤلاء وأولئك عادت منظمة الصحة العالمية من جديد إلى التحذير من الاستهتار بالفيروس وما قد يستبعهم من ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة ليعيد ترتيب المشهد الإعلامي من نذر حرب عالمية إلى أصداء حرب علمية ضد الوباء قال رئيس الوزراء الاستراليس كوتا ماريسون أن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كورونا مثل الإنفلوانزا وأضاف ماريسون أنهم سيستشيرون خبراء الصحة قبل الانتقال إلى هذه المرحلة وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين قال ماريسون أن مطاراتهم أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض الوقائية اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا وبلغت 383 ألف وستمائة وخمس وستين إصابة وسط تصعود الحالات الناجمة عن المتحاور أوميكرون جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي الرمية إلى تعزيز السلام والحكم الرشيد في أفريقيا جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن في واشنطن مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه لافتتاح الحوار الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي في واشنطن وناقش الجانبان قيمة الشراق القوية في تصدي للتحديات المشتركة مثل مكافحة وباء كورونا وتعزيز الأمن الصحي ومعالجة أزمة المناخ إلى جانب تأكيد على الحاجة إلى انتقال عادل للطاقة وضرورة النهوض بالنمو الاقتصادي العالمي الشامل والديموقراطيات المرنة ومعالجة أفريقيا ذكرت صحيفة لابروفانس الفرنسية المحلية أن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على رجل بعد هجوم بسكين وأصفر الهجوم عن إصابة شرطيين في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا وقالت الصحيفة أن دوافع الرجل لم تعرف على الفور وصلت إلى محافظة الغربية شحنة تتكون من 12 ألف صندوق مواد غذائية لأهالي المحافظة يأتي ذلك كهدية من الرئيس سيسي بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم وتأتي الشحنة بالتزامن مع وصول عدد 6 شاحنات محملة ب12 ألف صندوق مواد غذائية لمركز بسيون نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرية صفت تراب بمركز المحل الكبرى محافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان للأسر المستحقة وقال رئيس جامعة طنطا محمود ذكي إن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بتعاون مع لجنة الاستغافات الطبية بمجلس الوزراء هذا وقد شهدت القافلة أقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لألف وخمسة وأربعين مواطنا من أهالي القرية وتحويل 81 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة في عدد من التخصصات المختلفة وفي محافظة الوادي الجديد انطلقت بقرية الموشية بمدينة الدخلة أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستمر أعمالها لمدة يومين يتم خلال القافلة الكشف بالمجان على أبناء القرية وتضم القافلة الطباء استشاريين في تخصصات الأطفال والباطنة والعظام والنساء والرمض والجلدية وتنظيم الأسرة من جانبها أوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس أن أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة طوال العام حيث تم توقيع الكشف الطبي الشهر الماضي على خمسة ألاف وخمسمائة حالة على مستوى القرى المستفيدة عندنا بنفس شهريا في القرى التي تعتبر مترامية بنفس 16 يوم قوافل اللي هم بمعدل 8 قوافل شهريا نحن عندنا كل القوافل اللي بتبقى مجانية كل خدامة اللي فيها بداية من الكشف الطبي الفحوصات المعملية الإشاعة توزيع الأدوية على السادة المواطنين اللي هم بترددوا على القوافل ولو في حد محتاج أي إجراء جراحي بيتم تحويله الأقرب مستشفى له انطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية إلى مركز الحضري بأبو زنيمة محافظة جنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبية لأهالي مدينة أبو زنيمة في عدة تخصصات طبية تضم التخصصات البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء وإجراء الفحوصات الطبية والتحليل وصرف العلاج بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج والوصول بالخدمة الطبية للمناطق الأكثر احتياجا استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي تقريرا من وزيرتي الثقافة إيناس عبدالدريم حول افتتاح قصر الثقافة شبين الكوم وحافظة المنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعي وثقافة المواطن المصري وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تول اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون كأحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وعي الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصيته ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة لافتا إلى استمرار الدولة في دعم الأنشطة ومختلف القطاعات الثقافية في دوء تكلفات الرئيس السيسي بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها في نشر التوعية وتعليم الفنون للنشأ وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة قام وزير الزراع واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ أسوان الشفاعتية بتفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كومومبو أكد القصير أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجهة الرئيس السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتبسع في زراعته بالنظام الشتلات وأضاف القصير أن محطة كومومبو لإنتاج شتلات قصب السكر هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر وأشار إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابعة للهيئة العربية للتصنيع أن المحطة على مساحة 26 فدانا بتكلفة تبلغ 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون شتلة في الموسم استقبل وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي بدولة جنوب السودان منوى بيتار وتوجه الوزيران إلى حضايق القناتر الخيرية لافتتاح معرض زهور الربيع والذي تقيمه الوزارة ويعد معرض زهور الربيع بالقناتر الخيرية من أقدم معارض الزهور في مصر وتحرص وزارة الموارد المائية والرأي على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام ويعتمد المعرض على زهرة بذرة السناريا والتي تعد من البذور النادرة وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية وتحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية شارك محافظ الإسكندرية محمد الشريف بفعاليات احتفالية اليوم الرياضي للمرأة والفتاة والتي نظمتها المحافظة على ملاعب استاد الإسكندرية الدولية شارك في الاحتفالية سيدات وفتيات من كافة الهيئات الشبابية ورياضية وتدميذات وطالبات تم دارس الإدارات التعليمية الثماني المتفوقات رياضيا وشاركت نساء المدريات والأحياء المختلفة وأندية الإسكندرية بالألعاب الجماعية والفردية للعبات بكافة الأنشطة الرياضية مثل قرة السرعة وتمرين العيرابرس والراكت وأكد محافظ الإسكندرية على دعم الدولة ورعاية الرئيس السيسي لتفعيل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تخدم المرأة المصرية والتي تمثل نماذج ملهمة صنعت من تحدياتها ناجحات وبطلات شهدت إناس عبدالدهيم وزيرة الثقافة ومحافظ سهاج طارق الفقيثين فعليات مهرجان أبي دوسع الأول للموسيقى والغناء والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية ويأتي هذا المهرجان في دورته الأولى لتعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدلة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجد في مختلف محافظات مصر خاصة الصعيد ظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد جسدها مهرجان أبي دوس الأول للموسيقى والغناء الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا وأتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يأتي ميلاد مهرجان أبي دوس للموسيقى والغناء الذي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ليؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومصارات التنمية وبناء الإنسان كما تعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدلة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجد في مختلف محافظات مصر خاصة في الصعيد إن شاء الله يبقى النهاردة يوم جميل بردك وحفلة جميلة للفنانة علي الحجار وبكرة إن شاء الله هيبقى موجودة الفنانة متحد صالح نقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية والسياحية يعمل على مسج الإبداع المعاصر بعبقرية التاريخ ويؤكد استمرار التمييز المصري عبر العصور كما يبرز الطابع الحضاري للمجتمع والذي يتصف بالثراء والأصالة وزارة الثقافة نفذت ونظمت ثلاث احتفاليات في صعيد مصر متواصلين أولهم كانت احتفالية التعامد في معبد أبو سنبل في محافظة أسوان ثم الدورة الثانية لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء في محافظة قنة ثم أتينا إلى سهاج لأول مرة فعليات وأنشطة متنوعة في محافظة سهاج إحنا لو نتكلم عن مهرجان أبيدوس الأول دورة في محافظة سهاج ولكن من أيام قليلة كان فيه أيضا مؤتمر الأدباء كان موجود تستضيف محافظة سهاج وخرج بالعديد من التوصيات الهمة جدا الإقبال الكبير على المهرجان يؤكد أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور ويعد معبد أبيدوس بمحافظة سهاج تكسيدا حيا يرسم صورة مشركة لمصر ليشهد العالم أجمع على أن مصر بلد الحضارة والتاريخ والفن والإبداع والآن جاء موعد الأخبار الاقتصادية تفاصيل الأخبار مع ميرفاة المليدي شكرا إلهام شكرا ياسر أهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروضة وتواصل المركز مع وزارة التموين التي نفت الشائعة وأكدت الوزارة توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعياتي وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة كما سيتم إطلاق معارض أهلا رمضان في نهاية الأسبوع المقبل أصدرت وزيرة التجارة وصناع نيفين جامع قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريق والذرة وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار وأكدت الوزيرة أن هذا القرار قد صدر بعد التنصيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل الاستهلاك لمنتجات الغذائية بالنسبة كبيرة التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصدرات البريطانية لويس تيلر وبحثت الوزيرة التعاون المشترك والوضع الاقتصادي الراهن على المستوى العالمي وقد أكدت المشاط على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة وهميتها في ضوء الجهود المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤيتها الوطنية مشيرة إلى أن مجالات التعاون المشتركة بين البلدين حيث ينفذ تحالف بومبردياء العالمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر بتمويل يصل قيمته إلى نحو مليار وسبعمائة مليون جنيه استرليني من وكالة ائتمان الصدرات البريطانية نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراع والسصلاح الأراضي عددا جديدا من إصداره الرابع الزراع في أرقام وأستعرض خلال هذا الإصدار أهم الأرقام الخاصة بمحصول القمح وقد أشار الإصدار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة في محصول القمح على مستوى الجمهورية قد بلغ حوالي ثلاثة ملايين وستمائة وتسن وخمسين ألف فدان ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي عشرة ملايين طن نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة حيث تراجعت أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاعها ادادت تعوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم لتسجل أوقية المعادن الأصفر نحو ألف وتسعمائة وأربع وثمانين دولار أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار ثمانية عشر نحو سبعمائة وتسن وخمسين جنيه عيار واحد واثين ثمانمائة وستة وثمانين جنيه عيار أربع واثين سجل ألف واثنين عشر جنيه في حين وصل الجنيه الذهب إلى نحو سبعة ألاف وثمانية وتمانين جنيه نتحول إلى أسواق النفط العالمية والتي ارتفعت أسعار لكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي مع تقييم المتعاملين للتوقعات المستقبلية لإمدادات التي عرقلتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا فنجد أن العقود الآجلة لخام برينت قد ارتفعت بالنسبة ثلاثة وواحد من عشر بالمئة لتسجل ألف مئة واثنين عشر دولارا وسبعة وستين سنة للبرميل الخام الأمريكي أيضا الوسيط ارتفع بالنسبة ثلاثة وعشر من مئة بالمئة ليسجل مئة وتسعة دولارات وثلاثة وثلاثين سنة للبرميل قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جنات يلين إن تجديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم قد يؤدي إلى رقود وأضافت يلين أن مجلس الاحتياطي للتحادية لابد أن يكون قادرا على التواصل لتوازن بين تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار كما لفتت وزيرة الخزانة إلى أن خفض ضريبة البنزين في الولايات المتحدة من بين الخيارات التي يجري بحثها للتخفيف عن المستهلكين أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت حابيك أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي وذلك بحلول الخريف وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريبا يتكر أن ألمانيا تستورد حاليا ثلثة نفطها ونحو 45% من فحمها من روسيا وذلك بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية هذا ويرفض قادة أول قوة واقتصادية أوروبية فرض حضر على النفط والغاز الروسيين الأساسيا حاجتها الخاصة المرتبطة بالطاقة وهو ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة قال البنك المركزي الروسي إن جميع التحولات من الخارج سيتم دفعها بالعملة المحلية الروبل وذلك في أحدث خطوة تستهدف مواجهة العقوبات الغربية يأتي ذلك بينما سيكون الحد الأقصى للصحوبات النقضية من الحسابات المفتوحة بالعملات الأجنبية في المصارف الروسية هي عشرة ألاف دولار أمريكية وذلك حتى التاسع من سبتمبر المقبل على أن لا يسمح بسحب المبالغ المتوقية إلا بالرابل وفق سعر الصرف المعمول به نهاية أخبار الاقتصاد وعودة إلى إلهام ويسر إليكم شكرا لك ميرفاة على هذا العقد انتهت نشرة الأخبار وليكم أهم ما جاء فيها خلال استقباله المفوضة العام لوكالة الأرواة الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المطلق للوكالة واستعدادها الكامل لدعم نشعاتها الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ والسكريتيرات هو التنفيذية للاتفاقية الأممية لتغير المناخ تشيد بمواقف مصر التاريخية بوتين يندد بخارق القوات الأوكرانية للقانون الإنساني الدولي وزل نسكي يؤكد مواصلة كياف مواجهة العمليات العسكرية روسية انتهت نصة السلسة شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى لقاء شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى لقاء اشتركوا في القناة